عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمناقشة سبل تعزيز الصادرات المصرية من الدواء وتقديم الدعم المناسب للمصانع والأنشطة الاستثمارية التي تعتزم زيادة صادرتها نقش الاجتماع مبادرة مصنع كرمان لتعزيز صادرات الدواء مصرية الصنع وذلك إلى أسواق دول الخليج بشكل عام في ضوء بعض التيسيرات التي توفرها تلك الدول والتي تهدف إلى مساعدة مصانع الأدوية المصرية في زيادة نسبة التصدير نظرا لجودة المنتج وزيادة إرادات الدواء بمعدلات كبيرة يأتي اجتماع رئيس مجلس الوزراء في إطار رؤية الدولة لتوطين صناعة الدواء بالتعاون مع القطاع الخاص وتغطية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات إلى السوق الإقليمية والدولية